ترجمة نانسي قنقر ومعلمين ذا راح يكون لدينا مقطع جديد اليوم من ذراف هذا المقطع راح نكمل مع بعض في لعبة ماينكرافت في السلسلة بتر ماينكرافت انا عارف اني طولت عليكم في الحلقة هذه بس انا طولت لاني قعد تجهز الحلقة اللي راح نسويها ان شاء الله اليوم فطبعا يا جماعة حاليا في البداية لا تنسى زر اللايك اضغط زر اللايك يا صاحبي لا فعلي انت بماينكرافت نكمل مع بعض في القناة في ماينكرافت ايضا في نفس الوقت لا تنسى تفعيل زر التنبيهات والاشتراك كذا كنتم مشترك هذا الشي جدا مهم صحبة الخاصة بالتك توك موجودة المهم يا حبابي طبعا يوم راح نكمل مع بعض من اخر مكان وصلنا له طبعا لعبت خلف الكواليس قعد تجهز خلف الكواليس اشانا نوريكم موش راح نسوي ان شاء الله اليوم واشجهز ببساطة اول شي سويت خلف الكواليس يا جماعة او مو خلف الكواليس قبل الالعب اول شي سويت يا جماعة شلت المود حق الفصول ليش يا سيد شلتها شلت ببساطة لانه كان يعني نوعا ما يعيقنا تقريبا في اللعبة وكان نوعا ما يخرب على ان الزراعة كانت بعض الاحيان تصير بطيئة فهي كانت نوعا ما مشكلة ايضا كان خلنا عدنا ثلج في المنطقة وحالات المنطقة صراحة تكون خضرة فلحد الحين ما زال الثلج طبعا اتوقع ذاب بس وصل لمرحلة احنا لازم نشيلها بنفسها يعني خلاص اه ذاب اللي يذوب وضل القليل منه اللازم احنا نشيله بنفسنا طبعا باقي مود واحد احتاج اننا نشيله هو مود النبتات اللي قاعد تزرع لحالها هذا بعد نحتاج اننا نشيله لانه تقريبا احنا مو محتاجين احنا محتاجين احنا المنطقة تكون تقريبا مجهزة عشان نقدر نسوي فيها مشاريعنا والاشياء اللي احنا حاطينها في بالنا انزي يا سيد وش سويت خلف الكواليس ببساطة يا جماعة خلف الكواليس قاعد تجمع دايموند اشتغلت على موضوع ان احنا نجمع م موارد وما شابه فجمعت دايموند الحمدلله بشكل جدا ممتاز وايضا جمعت النذر رايت خر روح يا جماعة للصنوك تتوقعون كم حبة دايموند لقينا كل واحد توقع حين حاطف بالك حاطف بالك تب تحت في الكومنتات الممثلاثة اثنين واحد لاتس كو يا جماعة جمعنا خمسة وعشرين حبة غير الاشياء اللي استخدمتهم في دروع حقي في نفس لوكت يا جماعة ايضا الشيء اخر جمعنا عشرين حبة انشين دبري اخذ مني هذا وقت جدا طويل عشان احنا نلقاهم وعدنا حب نحن نذر رايت خراب من الحلقة اللي طافت في نفس الوقت جماعة أنا صراحة ان حاطف بالي نحن في المستقبل رح نتوجه لواحد من السيوف اللي جدا قوية وهو سيف الاردن اللي لازم نروح نذبح الوحش في المستقبل طبعا ما نحتاج ان احنا نذبحه يعني في المستقبل يعني يبيلنا.. يبيلنا ان احنا نلاقيها يعني في المستقبل ما علينا احنا نخل هذا الموضوع كله على جنب وخلنا نشوف يا جماعة موضوع ان احنا كيف راح نقير ان احنا نحاوه اعتقد كان.. اعتقد كان في هذا في هذا اوكي نحط هذا هنا يا جماعة ونشوي على طول خلنا نجيب لنا شوية شوية فحم عطنا فحم خلنا نشوي ويتحول لنا على طول لنذر سكراب وبعدها بإذن الله راح نحاوله ان شاء الله لنذر رايت كامل صاف يا عمي شنو منه اللي جاي لنا؟ اللي جاي لنك جاي لنك طيب ثوانا اتوقع ان عدنا ضيفة جماعة السلام عليكم كيف حالك وش عم نقدي؟ خلنا شوف ش عمنا من اشياء مهمة طبعا اللي هناك احنا اشترينا من اشياء جدا مهمة مع هذا شنو بالضبط ما ادري مع اشياء غريبة صراحة ما اعرف في شنو راح تفيدنا بس المنطق يعني مفروض ان احنا اشتري من عندها المهم خلها حاليا هنا خلها راحتها خلها راحتها حبا موجودين معانو لان سبعة عدنا دايموند بشكل كبير واليوم صراحة ان انا من بلاد الحلقة حاب ان اشوف موضوع ان احنا ممكن نطور اغراضنا فممكن نسويها معانو اكس بي بشكل جدا ممتاز الحمد لله فاذا يا حبايب الطريقة صح اكتشفت يا جماعة ما ادري اضافه في اخر تحته ولا شنو اضافوا قفازات نقدر نلبسهم قفازات دايموند اضافوا ايضا شيلد من الدايموند فاتوقع جماعة ممكن نسوي هذا الشيلد اللي من الدايموند راح يكون اتوقع جدا قوي وراح يفيدنا باذن الله ضد الوحوش اللي موجودين في القلعة اللي لازم نخلص عليهم طولنا بشكل كبير فممكن نسوي هذا الشيين ان شاء الله اليوم فبنشوف كم معي راح طبعا راح ياخدون منه كثير بس بنشوف الموضوع هذا ممكن نسويه مثل ما قلت لكم وممكن نسوي القفاز نجرب وش موضوعه بالضبط ايوه انت اش دخلك البيت يا عم من وسمحلك تدخل البيت يلا ما علي دخل البيت خلا 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 يا قد راح المهم هذيلا حاليا انشوه وانشوه وكامل صار عندنا 22 حبة دقيقة شيل هذي حي على جلب عشان بعد شوين انشاء الله نشوف الموضوع حقه احين موضوع النذر رايت تمام احنا لازم نحاول ان احنا نسويه فيحتاج منا واحد اثنتين يحتاج اربع 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 فاحنا عندنا قولد كافي اتوقع ان انا ما جمعت قولد للمرة هذه فما حطيت الموضوع هذا في بالي الامانة بس عندنا هذا بعد اتوقع ان احنا نقدر ان احنا اي واحد اللي يفك اتوقع هذا يا جماعة احنا اخدنا الملطافة و لا مو هو اللي يفك دقيقة فيه فيه شي يفك الاشياء ما اعلن يا حبابي احين خلنا نسوي الشي اللي في بالنا فاحنا لازم نحاول نسوي هذه الحركة ببساطة خلنا نحاول احطهم بالطريقة هذه خمس خمس تمام ونجيب هذيلا بعد ونحطهم بنفس الطريقة ايضا خمس فصار معانا يا جماعة خمس حبات من النذر رايت طبعا نذر رايت راح يكون اول شي على السيف حقنا لكن سيدة اكي من التطويرات اللي موجودة هل في تطويرة اقوة من الاشوف هني فيه لوتينق ثري هذا كم هذا لوتينق ثو حرام ااخذ منه هذا سمايت في بعد في بس دقيقة هذا لوتينق ثري وانبريكينغ اوكي انبريكينغ ثري فحنا ناقص لنا بعد هذا فيه شاربنس ثري وسول ريبر دقيقة سول ريبر شتسوي يقطي روح اضافية بس ما فهم شنو المقصود بيروح اضافية هي فيها فكرة للأمانة بس ما أدري شو نهي أحيانا متحير أي سيف نستخدم من بينهم فعدنا مثل ما قلت لكم السمايت السمايت يا جماعة فكرتها رح يزين أتوقع قوة الدمج ضد الزومبي وضد السكليتن تمام واللوتينك طبعا رح يعطينا أشياء أكثر لما مثلا نخلص على واحد من الوحوش أما هذا فشاربنس آيفي فالسيف رح يكون حاد أكثر من الطبيعي أتوقع جماعة رح أخذ هذا اللي هو ببساطة سمايت في وأيضا لوتينك وإذا ما داني أركب عليه الشاربنس آيفي بيكون أفضل معنى أنه بريكن باع ممتاز يعني رح موضوع أنه ينكسر رح يكون أصعب شوي بس يبيلنا في المستقبل نوصل للميندينك رح نوصل إن شاء الله للميندينك خلال حلقات الجاية لأنه أكيد رح نروح للنذر بإذن الله فإذا يا جماعة أحيانا محتاج شنو أحتاج أتوقع كتب هذا الكتب أعتقد أنا محتاج أني أجي لهذه أحطها هني لا أحط هذا هني لا دقيقة أي وحدة اللي تشير التطويرات ثواني مو هذه أوكي جماعة تضح لنا إحنا محتاجين لحركة معينة لازم نسويها مو فهذه إحنا محتاجين نتوقع إذا ما خبضني الأنظل تمام نجيب مثلا هذا الشيء خليهني تعالي نجيب كتاب والحيس تماما عالنا كتاب يا جماعة بالطريقة هذه انزين شنو هذا الكتاب موجود فيه هذا موجود فيه أنبريكن ولوتينك أوكي دقيقة خل هذا على جنب عندنا هذا فيه شاربنس أتوقع أني بأخذ الشاربنس أخذه من عني ثمانية أكس بي كثير ترى وعدنا هذا اللي فيه سمايت في عندي نوكباك دقيقة إذا معاه في يعني حط له لفل قليل تعالي في المستقبل راح نطوره إن شاء الله في هذا اللي خلينا نولع في الناس أوكي ما معاي ما معاي أشياء قوية بس إن شاء الله مع الوقت شاء الله نقوي السيف حقنا تمام انزين خطوة اللي بعالي جماعة عبعا ما سوينا هذا الحين خلونا نجيب للأسف أوكي لا لا تمام تمام هذا تعالي جيب كتاب ثاني خلحني راح أخذ نحن عشان لفل يا ساتر أخذنا حين ما قدر أطور رسميا ما قدر أطور يا جماعة فلما راح أجيب سيفي الجديد ما راح أقدر أطور للأسف فلفلي جدا جدا قليل المهم خنحاول حين ننام بس دقيقة خنحاول ننام يحمي لفلي كامل راح لفلي كله طار على السريع فنزين خلنا بس نحاول نعدي حاليا نعدي اليوم تمام بسم الله الرحمن هذا اشكاع اشكاع يسوي يا عم يطلع بره البيت دبر نفسك سوي أي شيء مشكلة ما في شيء يشتري من عنده المهم معللنا معللنا شكلي بطر أروح أكل الحيوانات بس عشان نقدر نحن نلفل لو لفل بسيط عشان نقدر نحن نلفل أسلحتنا الحين معاي دائما صح خلنا سوي لي سيف جديد أبي سيف جديد يكون فرش راح نشتغل عليه فمعاي خشب معاي هذا العصي أقدر توقع سوفيه أقدر سوفيهم سيف صح دقيقة خلنا نشوف بسم الله أوكي بدينا سوي سيف فسوينا سيف حاليا جديد بس ما اعتقلني بدينا أطور فخلنا أحط على طول هني ونشوف مع بعض نحط هذا مع الكتابين أوكي هذا كتاب الله أحتاج 11 لفل يا ساتر وهذا هم أحتاج 11 لفل يا عمي يا عمي فكر شوي دبر نفسك دقيقة هني أخذنا طبعا أخذنا كل شيء لازم أحاول أشوي أشياء أوكي ثلاثة بس عمي وين 11 لفل عشان أركب كتاب واحد بس معلننا معلننا هذا سيفنا طبعا صح أنه ما في حال تطويرات لكن راح نجي على طول الجماعة إنزين ونجي لهذا الجهاز أوكي نحط هذا هني ونحط على طول هذي بالطريقة هذي ويصير معانا أول شيء نذر رايت عدنا يا أخي عطولنا أكس بي معاه فتحنا أول شيء نذر رايت إنزين الحين لازم أحاول أطور أغراضي بعد الباقي عشان نحول لنذر رايت فتوقع أني بطور الصدر وأنا معاي كم حبة معاي حاليا أربع حبات فبطور دروعي كامل نذر رايت باقي الأشياء مو جدا مهمة فخلنا نجي حاليا نطورهم حبة حبة تمام؟ طبعا ما عليهم أي تطويرات راح نركب عليهم التطويرات إن شاء الله بعد شوي فنجيب هذا على طول لا سيدي شكاعد تحط نجيب هذا يا جماعة ونطور أول شيء الصدر تمام؟ تالي خلونا يا جماعة نجيب الراس وأيضا نحط له طبعا بحتاج أيضا خلف الكواليس أجمع زيادة حطينا هذا نحط اللي بعدها بعد تمام؟ كفوا علينا يبيلنا ميني لأن حرام أغراضي الحالية تروح علينا أو تتكسر أو شيء سميناها محين كامل وفل آرمر يا جماعة في الوقت الحالي كلهم راح يكونوا مثل ما أنتم شايفين عبارة عن ناذر رايت فالحين أمورنا جدا رهيبة شيء اللي بعده خلنا نسوي الدرع الجديد حقنا هذا وحصلنا عشرة إكس بي حلو هذا نحطه في إيدنا بدال الدرع البسيط اللي عدنا فخلنا نجي ما ندري خلنا نرمي حالي نهني خلنا نرمي تمام؟ أحيب عما سوينا هذا الشيء جماعة خلوني خلونا أروح أأكل الحيوانات دقيقة في عندي قمح أتوقع أنه في عندي قمح عشان وش جابني هنا دقيقة القمح موجود لني خلوح نأكل الحيوانات بس يا جماعة على السريع عشان نقدر نحن نلفل ولو شوي بس نضمن موضوعنا ونشوف كيف راح يكون موضوعنا لكن خلال الحلقة هذه يا جماعة أتوقع أن نحن سوينا شيء جدا رهيب جدا 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 رهيب وهو أن نحن في الوقت الحال يعتبر طورنا بشكل كيف تعالوا تعالوا كلكم تعالوا كلكم عطون إكس بي عطون إكس بي إكس بي إخوان إكس بي يلا أب إكس بي يلا يا جماعة تكفون أوكي وصلنا 11 11 11 يكفيني لكتاب واحد بس كتاب واحد بس يعني موش شيء الكبير يا عمي تعال بالشكل اللي بدخل سكر 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 بدخل داخل تأكل الإكس بي أوكي خلت الإكس بي كله فخلون يا جماعة حاليا شوي شوي وين الباب؟ وين الباب هذا الباب؟ لا حيطلع لا حيطلع أوكي معنا هني يبعد تعالوا تعالوا كلكم تعالوا 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 عطون إكس بي عطون إكس بي يلا يا جماعة أنا بإكس بي أكبر عدد ممكن وصلنا 12 والله يعني عدد بسيط جدا وهني عدنا طبعا أكل جدا كثير حاليا نشوه معاننا فنقير نقول إن في الحلقة هالي تقريبا نحنا طورنا كثير بالذات نحي يشوفه معاي معاي هذا دائما ممصدق ترى حده حده قوي أتوقع حاليا فمنجربة إن شاء الله نشوف كيف رح يكون معان أنزين خلنا حين نجي نحط سيفنا نركب أي كتاب أول أي كتاب أول خلونا جماعة نتوقع نركب أول شي هذا تمام بسم الله الرحمن الرحيم سبعة أوكي ركبنا صار معاي خمسة إكس بي معنا المفروض أن أطور حتى الأغراض اللي عندنا هني بس يلا يا جماعة مو مشكلة أنزين أيضا رح أسوي شي رح أسوي أنا رح يكون الإيد هذي فالمفروض أن نحن أتوقع نجيبها ونركبها هني يملينا نركب بادي شنو سالفة هذا الشي هذي من وين أقدر أجيبها ما أدري المهم أنها يبعا ممكن أن تفيدنا يا جماعة وتقوينا أكثر الحين خلونا نجرب حضنا نجرب حضنا رح نروح للجماعة اللي هناك ونشوف إذا نقدر نقدر ننافسهم ولو شوي لأن الحين أنا قوي بكثير من السابق الحين قوة سيف حقي عشرة وإذا إن شاء الله تطورتها بعد الواردن رح يكون أقوى وأقوى مما هم عليه حاليا هيا حبابي رجعت على طول لنفس البيت اللي إحنا دائما أول ما نجي نهرب تمام فبشوف الحين قوتنا كيف صارت بعد ما ضبطنا أمورنا طبعا المرة اللي طافت لما جينا آخر مرة انجلدنا جلد مصاحي خلنا نجيب بس نقرب شوي أغراضنا خليهم قريبين شوي المفروض أن هناك واحد بره بس ما أدر وين يعني خلي 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 ولي خنحاول ندخل ونشوف وين نقدر نوصل إحنا عارتا نهرب عارتا الجماعة نهرب بشكل سريع جدا بحكم أننا جدا ضعيفين الحين إحنا المفروض أقوى بكثير من السابق فيعني بنحاول نشوف دقيقة هالصندوق جينا أنا ما أشوف صراحة وحوش يبين عندي في الخريطة أنه فيه وحوش بس أنا ما أشوفهم يمكن يكونهم في الطابق حرفيا ما ذوي الراح السلام عليكم القولد أحتاجه جيبوا الأغراض اللي عندكم عادي ما نقول لا أهني أنا قبل شوي أعتقد مو قبل شوي شنو قبل شوي المارة الطافة إحنا مرين أهني تمام فما علينا منها تعال تعال خنشوف تعال انزل تعال 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 انزل يا عمي خيرا خنشوف كم ضربة واحدة زين ثنتين ثلاث أربع ما زال أيوا ما زال تحتاج ضربات جدا كثيرة بس معالموا مشكلة هل معاي بلوكات شيء أي شيء بلوكات أي شيء تقريبا ما معاي أحتاج أسوي على درجة أروح فوق لأن تقريبا نعتقل ما في درجة يعيوديلنا فوق فهذا ما لا فائدة هذا ما يفيدني خلنا أسوي لنفسي درجة بهالطريقة أوه أوه شنو هذا أنا ما جبت معاي شموع أيوة دقيقة دقيقة ما قاعد أثر فيني تقريب آه هذا يوم يوم صار حركة سواها طلع برة آه أوكي أوكي لا مو مشكلة عطوني شوية خشب لأني متورط شوي أحتاج الخشب هذا أبسوي الدرجة بس أروح فوق بس أروح فوق ونخلص من أمورنا هذا دقيقة هذا العمي أنا امتليت قبل لا أبتدي قبل لا أبتدي امتليت على طول جيب أغراض والله جايب أغراض ما لمداعي ترا حين لو نمت مشكلة جايب أغراض حرفيا ما لمداعي بس ما عليه راح نشوف إن شاء الله الوضع حين زين هذا الخشب اللي جبناه احنا خلنا نشوف معه بعض يتدبل يتدبل صار عندنا 24 حبة 24 حبة راح نستعملهم الحين فخلنا بس نكسر أكسر هني وخلني أحاول بسم الله راح ما راحين شنو هذا المهم خلنا حاول الحين نروح فوق يملينا سوي درج والله بس ما راح أسوي الحين سيد أعتقد إنك لو جيهني أفضل عشان لا غلط هذي عشان بس تختصر شوي الوضع والمفروض إنه أروح من الجهة العكسية سيد سيد دقيقة علشان ما تجيب العيد حاول إنك تكون ذكي شوي في موضوع إنك تركه فوق ولو معاي كرافلينج تيبل بعض بيكون أفضل وأفضل دقيقة هذا شجابه هني في درج أيوة 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 يا ساتر دايموند لاتس جو لاتس جو هات الأغراض كلهم هات الأغراض كلهم يا عمي يا عمي عاطلني عطول دايموند بالسهولة هذه لاتس جو وأنا جايب أغراضي كلها هني عمي أنا غايف أنا خايف أموت لأنه مكان صعب المكان حرفي يا جماعة صعب خلني بس نزل الأغراض قد ما أقدر ودهم تقريبا فوق وخلنا سوي لي كرافتينج تيبل بس بسوي لي درج بسوي درج أركب فيه مو سلم لا بسوي درج اللي هو خلنا نجي ونسوي هاي الحركة تمام نسوي أكبر على الممكن تقدر سوي 12 12 قليل والله 12 قليل يا أخي نزيل شيل لكرافتينج تيبل حقتك وخلنا ننزل على طول تحت وترى حتى السلم يعني يفي بالغرض الأمانة يعني نزيل مكان غريب والوضع غريب أوه دقيقة حات هذي حطه هني حطه هني أوكي وخلنا نسوي درجنا شوي شوي نروح فوق جاءنا الليل يا عمي مو وقته يا حبيبي من وقته فنزيل ركبنا نحن شوي فوق أنام ما في شي يوديني فوق أوكي أنا حاليا شوي فوق شكلي أخوان ماذا أروح أنام وارجع ولا شي سوي بس دقيقة خلنا حاول أخلص عن الموجودين أبدا تخلص من أكبر هذا الساحر هذا الساحر تعال تعال وساطر تكم وعد هذا هو موت أخلصنا عليه وعطاني شي أوكي يعطينا أغراض والله انزين أتوقع أفضل حل في الوقت الحالي أروح أنام وارجع يا أخوان أوكي رجعت للبيت في النهار بس دقيقة لش في صوت وحش هنا قريب أنا مفروض أني أنهيت كل ما وجودين يعني المهم خلنا نشيل بس دقيقة نشيل هذا هاي الغرفة حلجيناها في الغالب إي يجينا جينا جينا المكان هذا بس يعني ممكن بالغلط اللاقي واحد مرسم لا لا كلم كلم فوق أوكي فبحاول أحين أروح فوق يعني أول مرة أتوقع أن نحن نقدر ندخل الدرجة هذه عارت نحن ما نقدر ندخل الدرجة هذه عارت نعاني شوي فهذه المرة تقريبا دخلنا تمام أحين قبل لا أروح فوق في طابق موجود هنا هذا الطابق في ساحر وينه في ساحر وينه في ساحر وينه وصل وين وين الساحر حكم وين الساحر حكم يا هو يا تحتي يا فوقي ما أدري وينه المهم صندوق اكس بي وقفازات يعني ما توقعنا هذه الليلة نضافها في آخر تحديث آخر تحديث نضاف فيها هذه الشي هذه الليلة المهم شلنا الأشياء الرئيسية اللي نحن محتاجينها دقائق هذا تعال 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 هذا الحين قوي هذا إلى حد الحين الجماعة قوي ما أبدا مضعيف بشيل من هذيلة وبحاول أدخل شوي شوي في صندوق الصندوق داخلها جولد وداخلها اكس بي نيمتاق ما نحتاج بروح بروح فوق بس دقيقة أهني أعتقد الساحر يمكن يكون فوقنا أوكي خذ للأسف السيف ما يرجع للخلف للأسف للأسف والله مشكلة جماعة ما يرجع للخلف هاي هاي مشكلة بالنسبة بسم الله بسم الله بسم الله يا عمي يا عمي ولو بس يرجع ورا شوي لو أضربه يرجع أوكي خلصنا عليه نبع أن أضطر نضربه ضربات سريعة سبب هالمشكلة هذي انزين ما في شي مهم خلنا نروح على طول الطابق اللي فوق طابق اللي فوق هذا أيوة أيوة أنا ميت صح؟ أنا أعتقد أني وصلت لمرحلة أني أموت موت 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 هاي 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 موكلكم لا لا يا عمي بعد مت يا أخي شنو في أقوى من الدرع اللي موجود معاي ما فيه ما فيه جماعة أخدت هذا الدرع ما نفع معاهم يا رب يا رب أوصل فوق يا رب أوصل فوق لأن فيه واخقة يلحقني بسرعة بسرعة اليوم اللي راح احتل فيه هذه القلعة راح يكون إنجاز كبير جدا بسرعة وش فوقي يا الله بسرعة كسر ما أدري ما أدري يصلا بوصل ولا لا يلا 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 أوه بعد دقيقة معاي خمس خمس بلوكات خمس بلوكات أنت موت أنت موت الساحر الساحر لا تشرق لا تشرق أوكي لبحنا 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 طاقتي 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 دقيقة دقيقة تظواني تواني ش�� كيع персон يسوي هذا هذا شم كيع من سوي تعال انزللي انزلي يا أخي يا جماعة أنا مو معاي أنا مو معاي توتهم المشكلة توتهم ما إتوقع أني شلتها بالغلط سيد أحتاج بلوكات أبار اشتركوا في القناة 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 اذا خلونا نحاول نشوف مع بعض وش في في المنطقة هنا في ممر انا احاول قد ما اقدر اكسر شوي في البيت علشان اقدر اشوف الاشياء لازل دقيقة سيد نام الحين نام على السريع المفروض ان هذي ما ادري صراحة ممتأكم معلومة بس المفروض ان هاي ما تعتبر سيف يعني المفروض ان انا اذا مت ارجع في اخر مكان نمتفي في سريع طبيعي اتوقع المنطق يعني يقول بهالطريقة خلونا نشيل هذيلة ونحاول طبعا البيت اذا بسوي بيتي في المستقبل بحاجة ان اقرب ماما في الغالب لان انا قاعد اكسر فيه بشكل كبير فخلونا نجرب ان احنا نروح الحين زيادة فوق زيادة فوق زيادة فوق معنات زيادة وحوش السلام عليكم ما يرى دافع عن نفسي ما يرى دافع عن نفسي ضد هذيلة ما يرى دافع عن نفسي ضد هذيلة لان حاليا حاط توتم في ايدي اهووو اصلا وين انا محسة في ايدي يا عمي كل ما حطيت انشال وين يا حبيش يا حبيش كل ما حطيت انشال لاش قاعد انشال من ايدي هني هني هنی هنی هروب هروب سريع من البيت هني هونی هرب سريع يا عمي هات مخي علق مخي علق وين هذا هذا جيب هذا وحطه اهني خل في ايدك تبحتنا والله العظيم حط هذا في ايدك و اكل اكل دقيقة اكل شوي اكل شوي وانا قاعد نشوف صراحة انواحش ثواني خذ الجماعة لا 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 خذ 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 اوكي خلصنا عليه وعطاننا توتم على طول تعال انزل معاي ايوه هذا مات حلو هذا تكتيك تكتيك جيد خذوا 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 أكلكم مع بعض ها ابلعوا ابلعوا ابلع ابلع اهمشي بعموت اهمشي معموت بالغلق اهمشي معموت بالزحمة شنو وراي ما اتفقنا ما اتفقنا يا جماعة ما كان هاتفقنا في البداية خلكم فوجي خلكم فوجي دقيقة خلكم فوجي يا الله لا يوم شوي شوي قاعد نتنفس شوي لا إله إلا الله في ساحر دقيقة في ساحر رقائك يا الله في ساحر أنا بمودعي سلسلة مطبيعية جماعة قسم بالله سلسلة هي مطبيعية يا أخي صعبة صعبة في زيادة يا أخي قسم بالله صعوبة مطبيعية تعالوا هل تترسبنون ولا شنو لاشي هل تترسبنون كثير خذ خذ بس الأمانة الأمانة في تطور الأمانة في تطور في أحد تحت أوكي دقيقة الأمانة في تطور يعني يحكم أن احنا وصلنا هني في شي زين أيوة في صندوق اكسر هذا واختح دايموند لاتس كووو هاتوا أغراضي كلهم أغراضي اه رفع 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 بعض الأغراض رفع بعض الأغراض قسم بالله ورطة أنا خلاص امتليت أنا امتليتي جماعة بس اليوم يوم مثمر اليوم يوم مثمر تعالوا وين الساحر مالكم لا 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 يا أخي لا تلحقني لا تلحقني يا كري لا تلحقني لا تلحقني لا تلحقني ما حق قالك تلحقني نزل يا جماعة اه اه باتي وين باتي وين خذ خذ لاتس كو احنا حاليا تقريبا شبه جاهزين ان احنا نحتل المكان هذا لكن وش بنحتاج؟ بنحتاج أخوان إلى تطويرات فاعتقد لازم أحاول خلف الكواليس أو في أي وقت يعني حاول أسوي فيه خلف الكواليس اليوم اتنفسنا شوي صح ان احنا متنا مادري كم مرة لكن اتنفسنا شوي قدرنا نحن نافسهم ونقدم شيء اتوقع جيد هناك فإذا يا جماعة خلونا نرجع للبيت حقنا ونريحوا شوي شوفوا شكلي والاشتراك معنا في القناة ونشوفكم على خير في حلقات أخرى من لعبة والعب ثانية مع السلامة اشتركوا في القناة